بالأمس كمان مجلس الوزراء المصري نعى الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار أخبار اليوم السابق والتي توفي بالأمس أكد مجلس الوزراء أن الصحافة المصرية فقدت أحد كتبها المتميزين والمكتهدين على مستوى مصر والعالم العربي حيث سخر كتاباته لخدمة قضايا وطنه ودفاعا عن مهنته كمان القيادة العامة للقوات المسلحة نعت الأستاذ ياسر رزق وقالت أن الراحل خطى بقلمه كتابات في حب مصر وجيشها بحروف من النور خالص التعازي لأسرة الصحافة المصرية ولأسرة الفقير كل الصبر والسلوان